زيزو حيمشي مش حيمشي 10 مليون 8 مليون دولار 10 12 مليون زيزو لو وصل للرقم ده لازم الزمالك يسيب زيزو لانه حيبقى الفانوس السحري اللي حيحل مشاكل نادي الزمالك وازمة القيد والديون المتركمة على مجلس الكابتن حسين لبيب ده رأيي شخصي توتنيهان في انجلترا شوفنا معاكين فرط فيه ما كانش حد يعني يصدق ابدا اللي ممكن توتنيهان يفرط فيه لكن لما وصل المبلغ 70 80 100 مليون قالك لا خلاص امشي ساعين ببعض اللعبين التانين وابتدت دونها كده فلازم الزمالك يفكر في الامر لو زيزو المبلغ ده هيجي فيه كمان الزمالك بتحرك لحسم صفقة محمود صابر طبعا نجم منتخبنا الأولمبي والمعار او لعب برامد المعار لنادي زيب حمود صابر واحد من لعبين مهمين جدا لكن ده كله مرتبط بفك أزمة رقيد في نادي الزمالك ااخد بعد كده القسم الثالث عشان معانا النهاردة نجمنا الكبير نجم نادي المؤولي العرب في عساس الزهب ومنتخب مصر كابتن جمال سالب صخرة الدفاع ومعه نقيدنا الرياضي محمد منصوح طبعا رئيس القسم الرياضي فيه موقع بصراحة وكلام في كل شيء وأخبار من أهل وزمالك أيضا وكل الفرق لكن عاوز بس قبل ما نروح للقسم الثالث قولوا لي لو تأرير سيراميكا كيلباترا طبعا سيراميكا كيلباترا بيساعد لي السوبر المصري بمعسكر ومش عشان السوبر هو فيه فترة توقف فالناس سفروا للإمارات عاملين مبارات مع ايمان رماده عالية جدا فيه الدول الممتاز وشوفنا آخر مباراتين ثلاثة الفريق بدأ يستفق جدا ويقف على رجله وبدأ فيه تفاهم وتجانس كبير جدا 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 ما بين أفراد الفريق ايمان رماده جهاز الفني على أعلى مستوى معهم السيد طارق ابو العنين عموة تازل بطاوي الناس كلها ستنام محمد ابو العنين لا يقلو جهت عشان شوفنا بسام انضم لمنتخب مصر في القائمة الأولية وده كويس وده أحمد ياسر ريان أيضا وده اللي بيسعى إليه نادي سيراميكا كيلباترا امداد المنتخبات المصرية بلاعبين فده شيء يحسب ليه النادي نادي معسكر فيه الإمارات السعدادة للسوبر وأيضا بعد كده للعودة للدوري المصري وحيستفيد جدا من المعسكر الضحبة معانا تارير أدي الصور موجودة قدامنا أدي معتزل بطاوي موجود في الصورة وأنا بقول كل الناس موجودة هناك في الإمارات عشان متابعة الفريق طيب أرجع لي القسم الثالث مباراة هذا الإسبوع في المجموعة الأولى في الأقصر مركز شباب إدف وفازة على أبوريش 3-2 ومركز شباب الحصاية تعادل مع إنا بدون أهداف شبان إسنى خسر من سكر أوه 0-1 إفت خسر من المدينة منوارة 0-2 والسلام بإسنى تعادل مع تحرير أسوان 1-1 وبنهاية الجولة التسعة انتهت دور الأول في هذه المجموعة دور الأول انتهى هنا في المركز الأول برسل 18 نقطة ثم المدينة منوارة 17 ثم مركز شباب إدف وفو 15 وتحرير أسوان 13 والسلام بإسنى 13 المجموعة الثانية في سوهاج سوهاج فازة على جرجة 2-0 مركز شباب سوهاج فازة على المراغة 2-1 هلال طهطة على مركز شباب أبو 11-2-1 شبان المراغة فازة على عمرين غارب 2-0 كده مركز شباب سوهاج في المركز الأول مش عارب بكام نقطة مش باينة قدامي لكن يلي سوهاج برسل 11 نقطة هو سوهاج في المركز الثاني برسل 11 نقطة أعتقد مركز شباب سوهاج 16 نقطة ثم شبان المراغة 10-0